اشتركوا في القناة لا بل فإنهم نشروه عال بس إنه ضروري إن قتل لا ينتشر فكره لش عرفك شو كان بعد فيه بفكره ولا رح تقدر لا أنت ولا اللي قتل وتنشره إنه إلا ما يقتل ما رح يسأل عنه شوفير عمومي مارئ عايشة بكار دخلك إنه شو بيكون هذا حسن حمدان له هل قد أمين الله الله هو للوطنية والديمقراطية أساس العائلة والنظوح من جنوب لبنان بأوائل القرن التاسع عشر كانت عائلة في ذلك الحين ريفية كمعظم العائلات ولكن مع الانتقال إلى بيروت وتحول وارده لمهدي جدي إلى التجارة جعل هذه الأسرة من بداياته تتحول مع انتقال إلى بيروت إلى أسرة متوسطة برجوازية متوسطة بدأت علاقتي سنة الأربعة وستين كان أستاذ في مدينة قسطنطينة في الجزائر وأنا كنت مكلف من قبل مجل السلم العالمي أني أعمل مؤتمر حول السلام في البحر المتوسط فعرفت أنه هناك كنت أنا في الجزائر العاصمة فتصلت فيه ورحت لعنده تعرفت عليه ثم هو في 68 إجي على لبنان كان أنجز دراسته وبدأت العلاقة الحقيقية من ذلك التاريخ تعرفت على حسن حمدان عام 1971 كنا معاً بالتعليم الثانوي في مدينة صيدة واستمرنا على علاقة صداقة طيلة أربع سنوات بنهاية الأربع سنوات كانت انفجرت الحرب الأهلية وطبعاً ودخلت انتثبت إلى الحزب الشيوعي عبر حسن حمدان هيدا كتير على حسن حمدان طب شو مفكرين تعملوا خبرونا بدكن طلقتوا الفعلين ليك رح يطلعوا الفعلين يعني واللي هني أوصوا شخصياً رح يطلعوا من الجماهير ومش هني بدون يقتلوا حسن حمدان بالذات حسن لما رجع على لبنان أعطى لحاله اسم مهدي عامل مهدي عامل هو اختارته يقول أنه أنا الشيعي الأصيل من الجنوب في جبل عامل أنا مفكر تنويري باسم الماركسي فأنا الشيعي الجنوبي مفكر ماركسي يعني بمدرسة هو عامل هو عامل هو أعطى لي لقراءته الماركسي صيغة خاصة فيه هذا شيء حقه عندما أتذكر أو أستعيد المفكر الكبير حسن حمدان مهدي عامل فإنني أستعيده كصديق فذ ونادر وصديق حقيقي حميم ودافئ ومن ألطف الناس الذين واجهتهم في حياتي هو أنا قلت أنه فكر مهدي عامل ثروة لأبعد من خمسين عام ولكن الحقيقة أن مهدي أسر لأحد صديقاته بالقول لن تكتشف أهمية ما كتبته إلا بعد خمسين عام بما يعني أن أهمية هذه الكتابة ستكون يعني أبعد من الخمسين عام والسبب في ذلك أن ما كتبه مهدي صحيح له طابع تاريخي تاريخي بمعنى أنه هو ابن وقت معين ويتعاطى مع بيئة زمنية ومكانية واجتماعية معينة لأن النضال ليس كما يظن البعض أنه فيلسوف كبير وأنه فيلسوف عربي كبير وأفكاره طبعاً وبنائه النظري وأفكاره الصائبة وبناء النظري المحكم الذي أهله لأن يكون من أهم الفلاسفة العرب المعاصرين لا إنني أتكلم عن الإنسان الذي لم يعيش الإزدواجية التي يعيشها المثقف العربي كان عصر حمدان أو مهدي عامل معلماً وملهماً ليه وفي تقديري أنه كان معلماً وملهماً ومؤثراً في حياة كل الذين احتكوا به رجالاً ونساءاً لقد ترك أثراً من فكره ومن مزاجه على فئة واسعة من المثقفين والأدباء والفنانين اللبنانيين في إحدى المرات وبسبب ان قطاع الطيال الكهربائي في الحرب لأن بداية الثمانينيات كانت في عز الحرب الأهلية اللبنانية لم يكن هناك كهرباء ولم تكن الجامعة مجهزة لم يكن هناك مولدات وما شابه فبعض الأساتذة عندما تكون الحصة الدراسية في مرحلة بعض الظهر وفي فصل الشتاء طبعاً يحل الظلام باكرة الحصة من 4 أو 5 إلى ساعة 6 كانوا يعودون إلى منزلهم كأنهم شأنهم شأن الطلاب يعني فرحين بأنهم انتهوا من هم يعني التعليمي أما مهدي عامل فقد أجبر الطلاب بأن يأتوا بشموع على كل طالب أن يأتي بشمعة وهكذا لم يمرر أي حصة دراسية وتابعنا الدرس في الموعد الثابت من 4 إلى 6 وتم ذلك على ضوء الشموع ترجمة نانسي قنقر 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 في مجزء للمشاهدة لقد كانت سيارة تقديمين معه وقالت نفسه يجب أن يتقديمه في نوعي عام في نوعي عام نحن نحن جاء ونحن نحن معي ثم نحن لنا في مجزء ونحن لألغرب على اماني كانت تلك مرورة جدا كيف يصبح مجلسة عارة من مجلسة في المجلسة في المتحدثة في مجلسة في مجلسة قليلاة في تقديم العلم وقد كانت مجلسة حيث أنه لا يمكن أن تكون مجلسة لأنه في الاراب مع المعارف الألغيري يجب أن يتعرف على المعارف الألغير يجب أن يتعرف على المعارف الأولى نحن نتقل مع حسن حمدان في المنزل ويوجد نذكر على المعارف الأولى الرثائية كنا نلتقي على كؤوس الشاي وعلى نقاشات عامة وكان البلد كله بضج بالنقاشات والحيوية وكانت الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية يعني كل ما له علاقة بحركة التحرر الوطن العربي كان عم ينبض في لبنان فكنا نلتقي خلال الأربع سنوات بالأسبوع مرة على ما أذكر عند حسن حمدين وكاننا تكون لدينا انطباع عن حسن حمدين شخص شديد التماسك بفكره حازم المصطلحات اللي بستخدمة كل ما مصطلحاته أقول لك من أنت Moi je l'ai rencontré après une manifestation contre les pleins pouvoirs du général de Gaulle pour l'Algérie كانت تقريباً كانت تقريباً في الوطن العربي كانت تقريباً في مقاومة الفلسطيني كانت تقريباً في بيروت تقريباً شخصة في مقاومة في مقاومة في مقاومة في أجل دعونا في مقاومة وفي غير مقاومة لقد كانت تقريباً وفي مقاومة أفضل قبل أن يذهب إلى المقاومة ونحدى بالمتحدة، بأننا سيئات على علمات التجمع الدولية، بأننا الحقق المدينة في المدينة، واحدة من جامعة الفرعة، وهو الشيخ كان قام بشكل مكتاب. و لكن يقول أنه فقد أن هذا الشيخ هو مكتب، وهو التفترق مع فشياته، وفضلك استطعت الى سياسة ثقافة. ثم ثم نتخلق ثم نتخلق وثققنا. لم يكن مفيد للعجمية لقد كانت في مجلسة ليونسة. لذلك كان لذلك ليس من المساعدة لتحقق معه. أنجز كلياً مهدي الجزئين الأولين في التناقض وفي نمط الانتاج الكولونيالي ولم يكتب إلا 70 صفحة من الجزء الأخير والسبب يعني هناك سببين السبب الأول أن الحرب الأهلية كانت تضطره للالتفات إلى مسائل أخرى وبالمناسبة أحد الكتب الثاني التي كتبها في ظل الحرب الأهلية أسباب الحرب الأهلية في لبنان أو نظرية الممارسة السياسية وفي هذا الكتاب أنجز جزءاً لا بأس به يمكن أن يكون تابعاً للقسم الثالث من الثلاثية اللي هو في تمرحل التاريخ تحديدنا الصفحة المتحدة لدينا مع صفحة تحديد من الثلاثية عربية, مسلمة و أكثر أكثر صورة نحن 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 من أحدثت من أصدقاء من أصدقاء كان قد أسدقاء من أصدقاء من أمي من أمي سيقوم بنا لكن من أمي كان يدعى من أمي أصدقاء و أصدقاء نحن ندفع بنا ندفع. نحن ندفع في الاجتماعي المنزل من أسلحان الأسلحة بعد نحن نحن ندفع. وما أميز لم يكن في العام. ثم نحن نحن ندفع في القدرة. وفي العام، وفي أميز وفي أميز وفي أميز وفي أميز من ايزة من أميزه، الكريم كانوا يصبحون وماefir ن разных جميع مع الأسبوع والمتاب والمكتب والمعب وبيعسا الأحوال راح طلقت الفعلين ورح يطلعوا بأحسا تأدير إتنين أو ثلاثة أو أربعة أشخاص راح يطلعوا بأحسان خلال يسير راح يتسلموا للمخفر الوحيد على صعيد عن كتابات مهدي عامل نلاحظ أنه بصمته كأستاذ أيضاً يعني غير أنه متعمق نظرياً وفيلسوف ما يميز أسلوبه عن غيره من الفلاسفة هو هذا البعد التكراري إذا صح التعبير لكن كل مرة التكرار يختلف يعني الجملة التي يكررها تختلف عن الجملة السابقة لكنها تؤكد الفكرة الأساسية أو الفكرة الفرعية فأنه الذي يطلع جيداً على كتابات مهدي عامل يلحظ أن ما يرد في كتاباته ليس تكراراً لكن تجديداً للفكرة بقوالب مختلفة من أجل أن تأتي المعنى لدى المتلقي على أكمل وجه وفكرة أطرق وفكرة أطلق 南ي كتابات حين لديك أطرق وقل ينزيب إعاداته دولئي لطولي الله ، ولكن سنوضعته لذلك وقل ينزيب إعاداته من الجزء مع الخاصل وقالي يتعلق في المدين بقولنه يتعلق في الأدمر الملائع في الأربعة الماضية كذلك في المدينة كجزء إذا كان يتعلق في مزورية وعليه رائع دائماً ينفع لدفعه ويجب أن يدعه دائماً أنه يتعرف كذلكً يجب أن يكون لديه نجاح التحرق ويجب أنه لا يحصل على المفضل للإقرار كلها سماية ترين ويجب أنه نقيمه نساء التحرق يجب أن يتعرف كذلكً لن يتعرف نوم لا يتعرفني لدائماً لأنه لديك كذلكً لذلك يجب أنه المتعرفة فيه صباح هنا يقولون أنه يقوم بسيطة جدًا إلى 1 أو 2 وقت يقوم بسيطة جدًا ثم يقوم بسيطة جدًا جميلة جدًا من ملتانات إلا بنضال ثوري والنضال وعد الكادحين بأن أنظمة الرجعية والاستبداد إلى زوال وللنضال شروط وأشكال وأدوات من شروطه أن يهتدي بعلم الثورة أعني بتلك النظرية التي أسسها ماركس وأقامت ثورات الشعوب المبتهضة على صحتها البرهان بالملموس التاريخي المترجمات في هذا المنزل حيث أنه يقوم بسيطة جدًا لحظة المنزل لحظة المنزل في العام 18 سنوات من الحظة المنزل وحتى اليوم أعتقد أن المنزل يقوم بسيطة جدًا إلى الأخذ المنزل مع المنزل في المنزل في المنزل في المنزل في المنزل في المنزل 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 في المنزل المنزل أن يكون واكثر منتجمات وأمزل إنها مدلوظة بلسفت 700 المنزل مدلوظة ومن ثم أكثر مهمة في نهاية الوقت. كلمة أتذكر حسن حمدان أصاب بمرارة لا مثيل لها لأنه صديق ورفيق كنت أتمنى أن يبقى حيا لكي نكمل معا يعني نقد هالمرحلة لإعادة بناء المستقبل كنت بتمنى أنه نكون سواء لإعادة بناء الحزب اللي عم ينهار للأسف قدام عيننا مثل ما نهارت كل الأحزاب الشيوعية بالعالم مش كلها في بعض الأحزاب عم بتحاول ترتب أمورها بس نحن حالتنا بالويل مد الثوري المد الماصري وأثاره خصوصا ببلد متعدد كلبنان يعني كان أثر كبير المد الموضوع الصعود الناصرية بوقت كان في مطالبات في المجتمع اللبناني حول تعزيز المشاركة في الحكم والحد من الفوارق في احتلال المواقع السياسية بين الأطياف المختلفة داخل السلطة يعني هذا واقع كله كان واقع محفز لجيلنا على التحري عن الحقيقة ومحاولة تلمسها وفهم ما يجري مش بس بلبنان بلبنان بمصر بالعراق الأدوان السلاسي على مصر الحلف بغداد الخوف من الآخر الاستعماري ازدهار الأفكار التحرر والحق في التمتع باستقلال السياسي والاقتصادي والسروع والسيطرة على الموارد لا سيما النفط كل هذه الموضوعات أيام جيلنا كانت موضوعات على الطب الأجندة يعني كانت تتأثر بوعينا وسلوكنا وتموضعنا إذا ما يجري في المنطقة وفي العالم كان يعنينا وأنا تعلمت من مهدي هاي دي يعني كان مهدي هو قاعد في أصغر مقهر في بيروت كنت أشعر أنه كانت الأمتنات بتاعته عم تشتغل على كل الأسئلة ماذا يحصل في تشيكوزلوفاكيا ماذا يحصل في البرو ماذا يحصل في أفريقيا يعني هذا النهم المنطلق من قناعة بأن الصراع واحد بالعالم ترجمة نانسي قنقر